ملخص لدراسة حضرتك وسيادتك انتهيت لأي يا فندم من هذه الدراسة العظيمة تمام يا فندم فرح بسم الله أولا بسم الله الرحمن الرحيم أحب بسيوضح حاجة أنا هنا بصفة محايدة طبعا لست طرف كلنا محايدين يا فندم تمام يا فندم بس برضا أنا وحضرتك محايدين تمام يا فندم كلنا محايدين يا فندم كلنا عايزين مصلحة كلنا مع بلدنا عايزة أقول ايه ما كلفت بي أيوة لا يدخل تحت بند ما يصار حاليا النهاردة أي وما هو شاغل بال الرأي العام هيتم تصفية الشركة مش هيتم تصفية الشركة كل ده أنا كمكلف من جهة علمية اللي هي اللي هي مركز الدراسات والبحوث التعدينية التابع لكلية الهندسة جامعة القهر أيها هذا المركز مختص بالتعامل وتقديم الاستشارات لي الصناعة المصرية في كافة قطاعات كويس إحنا لنا خبرات عديدة في مجالات كتيرة في الصناعة بنعتمد على الأسس اللي بتملكه أو الأصول اللي بتملكها جامعة القاهرة المتمثلة في أعضاء هاي التدريس والعلماء بتوها إلى جانب اللي حد داخلية بتاعتنا كمركز بتتيح لي أننا أو القائم بالإدارة لهذا المركز ومراكز أخرى احنا فيه عندنا خمستاشر مركز جوه هندسة القاهرة مناظرين للمركز ذلك ليكوا دراسات قبل كده وخبرات سابقها ولينا دراسات ولينا كأعضاء هاي التدريس وكعلماء جوه هندسة القاهرة وبالذات في صناعة الأسمنت وبالذات في صناعة الأسمنت احنا عينا بيت خبرة لأكبر شركة أسمنت في مصر في التامينات والتسعينات وهي أسمنت حلوان التي كانت تنتج 60% من إنتاج مصر يمكن الأمر يستدعي أن أعرض على سيادتك هذاك ممكن تقرأ كده بس الأطراف هذا العقد وتاريخه ولو سيادتك 14-1-90 أسمنت بورتلاند حلوان سيد محاسب محمد عبد الحميد صفة الرئيس المجلس الإدارة كليت هندسة أتنين كليت لهندسة جمعة القاهرة ومسألة أسداد دكتور فاروق إسماعيل عميد الكلية أسداد دكتور عبد الرازق عبد الحليم طرف تاني إماء من إدارة الشركة كذا 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 هنا أسمنت بورتلاند حلوان بتاخد كليت الهندسة سنة 90 بعد تعاون استمر أكتر من 10 سنين في هذا التوقيت يعني من سنة 80 لسنة 90 ويمكن هذا تخط بالك من الإسم عميد الكلية ده صفته في هذا التوقيت أي تعاقد يتم مع أي جهة لازم يكون العميد موجود عشان يدي التزام إنما من الباحث الرئيسي المشرف على تنفيذ هذا العقد السيد دكتور عبد الرازق عبد الحليم السيد دكتور عبد الرازق عبد الحليم هو أحد أهم أفراد الفريق البحثي الذي قام بالدراسة اللي احنا بصدد على النهارة ده ردا على ما أسير في أماكن عبد إن احنا مش متخصصين وعمرنا مدخلنا في صنع أسمنت أنا بصفة شخصية كنت في هذا التوقيت مجرد معيد اشتغلت في أسمنت حلوان أربع سنين في إطار هذا التعقل ترجمة نانسي قنقر